شباب الطلابي متاع أواخر الستينات أبدأ وبداية السبعينات أبدأ حرص كبير وكانت مؤتمرهم السابع عشر اللي عقدوه في قربة وهو أصبح تاريخ شهير في حركة شباب التونسي وشباب الطلابي كنت شاركت فيه وتم إعداده صفة مطولة ووقع اقتراح من قبل النخب الحدثية اللي هي متكونة من الشعيين ومن القوميين ومن الليبراليين كانوا يسعوا إلى تغيير الهيكلة متاع الإطار الطلابي هذا بطريقة تحمي تحمي النقابة من سيطرة الحزب الحاكم وتخلي النقابة تخدم بطريقة ديمقراطية وتشاركية فقع قطع مدهمة الساحة اللي ساير فيها المؤتمر وتنصيب هيئة ووقع يعني توقف الأشغال متاع المؤتمر وتقدموا 105 من المؤتمرين بعريضة صحوا فيها وقالوا هذا المؤتمر ما لم يني أشغاله وسترون كونه مناش بش نسكتوا على الموضوع هذي في سنة الموالية واللتفوا طلباء حول مطالبة بيعادة مؤتمر استثنائي ومضوا في ذلك إلى أوائل فيفري حيث تم تجمية طلبة مجديد بعدد هائلة آلاف طلبة ومشي المؤتمر متاحهم لمدة أيام وتناقشوا في الوضع وقتها كانت أزمة التعاذد وكانت أزمة اجتماعية ولكن وقف التأمل هكذا كبهتة سياسية اغتنموها طلبة وعملوا المؤتمر متاحهم وما أن أشرفوا على النهاية واستنتخاب الهيئة النهائية كذلك محاصرة معناها من عديد من الفرق الأمن وكسروا الواحد وشتوا وبدأت من وقتها سلسلة من المحاصرة ومن المداهمات لمئات من الطلبة تم إيقافهم في الفترة هذه إيقافي الأولاني في فيفري 72 وكانت المسألة كيف لميتوا وكيف لميتوا الفلوس وكيف عملتوا الافتات وشكون وراءة وشكون وهو تحقيق في سر النجاح من الطلاب اللي أنا أشرت لكفاءة العالية في المستوى العلمي ولكن في مستوى التدبير النظالي اليومي شيء كبير كذلك ترجمة نانسي قنقر